ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يزيدهم الله تعالى علما وعملا وهدى وتوفيقا أيها الأخوة والأخوات تكلمنا في الحلقات الماضية حول ما يتعلق بالتيمم وأحكامه وذكرنا أيضا شيئا من أحكام طهارتي والصلاة وغيرها أما اليوم فلعلنا أن نأخذ معكم شيئا من أحكام إزالة النجاسة وقد كنا ذكرنا في الحلقات السابقة أنواع النجاسات التي قد تقع على المرء وشيئا من أحكام هذه النجاسات ومتى يعتبر الشيء نجسا ومتى لا يعتبر نجسا وقد فصلنا شيئا من الكلام عليها ولا مانع من أن يعني نبين شيئا من هذا أيضا بشيئا من الإجمال حتى نربط ما نحن فيه بما سبق أمر الله عز وجل بالطهارة من النجاسة مطلقا كما قال سبحانه وتعالى وثيابك فطهر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيط بل كان عليه الصلاة والسلام يعني يحذر من بقاء النجاسة على المرء وتعلمون قوله صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه ولما مر صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة قال ما يعذبان في كبير وإنه لكبير يعني هو عند الله كبير لكن الناس يرونه أنه غير كبير لعلي أن ألقي الضوء على شيء من النجاسات التي يجب إزالتها ثم أتكلم بعد ذلك عن كيفية إزالة هذه النجاسات النجاسات أيها الإخوة والأخوات أنواع منها النجاسات الخارجة من السبيلين النجاسة الخارجة من السبيلين أيضا على أقسام منها ما يكون مثلا نجاسة مخففة ومنها ما يكون نجاسة مغلظة الذي نجاسته مغلظة مثل البول نجاسة مغلظة يجب عليه أن يغسله غسلا تاما مثل الغاءط نجاسة أيضا مغلظة مثل الودي هذا كله تكلمنا عن تفصيلا عموما في حلقات ماضية فلا أريد أن أكرر الكلام عليه مما يخرج من السبيلين المني أيضا قد يخرج من القبل يعني عند الرجل أو عند المرأة وهو طاهر على الصحيح لأنه أصل خلقة الإنسان كذلك مما يخرج من السبيلين المذي والمذي قد يخرج عند اشتداد الشاهوس سواء من الرجل أو المرأة وهذا نجاسته مخففة بحيث أنه لا يلزم أن يغسله غسلا من الثياب إنما يكفي أن ينضح عليه بالماء كذلك من الأمور التي اختلف أهل العلم في أهلية نجسة أم لا الدم أما الدم إذا كان خارجا من أحد السبيلين فهو نجس إجماعا إذا خرج من المرأة كحيضا أو النفاس أو خرج من مثلا الرجل إذا كان عنده مرض معين وتسرب منه شيء من الدم فهذا نجس بالإجماع أما إذا خرج الدم من غير ذلك نفرض أيها الإخوة والأخوات أن الدم قد خرج مثلا من يدك جرحت يدك وخرج شيء من الدم وكان على ملابسك أو رجلك مثلا أو خرج من أنفك رعاف أو من أسنانك مثلا من فمك هل يكون هذا نجسة أم لا أهل العلم لهم في ذلك خلاف وذكر بعضهم أنه نجس لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم والأحم الخنزير وما هو للغير الله به ثم قال الله تعالى في آية سورة المائدة قال فإنه رجس قال فإنه رجس قالوا والرجس هو النجس لكن صحيح في هذه المسألة أن الدم الذي يصيب الملابس سواء من جرح أو من رعاف فهذا لا يعتبر نجسا على الصحيح لأدلة من ذلك أن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما خرج مرة من أنفه دم لما خرج هذا الدم مسحه بأصبعه ثم زاد فمسحه بالأصبع الثاني ثم زاد فمسحه بالثالث حتى مسحه بأصابعه العشرة ما كان عنده شيء مسحبه فمسح بأصبعه ثم أقيمت الصلاة فكبر وصلى والدم على أصابعه فدل هذا على أنه ليس نجسا لو كان نجسا كنجاسة البول لا احتاج أن يغسلهم كذلك مما يدل على عدم نجاسة الدم أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن كما في البخاري والحديث رواه البخاري عن ميمون بن مهران لما طعن رضي الله تعالى عنه كانت ملابسه مليئة بالدم فلما رأى ذلك أقبل رضي الله تعالى عنه وهو على فراشه وتوضأ وصلى ولم يرفع عنه هذا الدم الذي كان على ملابسه وكذلك الصحابة كانوا في غزواتهم يصلون بجراحاتهم ولم يكونوا يغسلونها إذن المقصود من هذا يا جماعة أن الدم يغسل من الجسم لا يغسل من الثياب لا من باب إزالة النجاسة وإنما من باب إزالة القذر يعني كما لو وقع على ثوبك مخاط أو مثلا لما يكح الإنسان يخرج منه بلغم أو نحوه ففي هذا الحال إذا كان وقع على الثياب يغسلها المرء من باب النظافة لا من باب أنه شيء نجس يغسله هذا فيما يتعلق بأحكام النجاسات بقي نوع من النجاسات اختلف أهل العلم فيه وهو القيء هل القيء هذا يعتبر نجسا أم ليس بنجس إذا قاء الإنسان كثير من أهل العلم على أنه نجس واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لما قال يغسل من رعاف وقلس والقلس قالوا هو القيء إذا خرج منه لازمه أن يغسله وطبعا لا يلزمه الوضوء منه والصحيح أيضا أن القيء ليس نجسا إنما يعني إن غسله من باب إزالة القذر فهو أولى وطبعا هذا يحتاج ليه من؟ يحتاج ليه مثلا بعض النساء التي ترضع طفلها الصغير ثم إذا أرضعت هذا الطفل وأحيانا يعني تجلسه لأجل أن يرتاح قليلا من الرضاع فيتقيأ في بعض الأحيان فإذا تقيأ هل هذا نجس أم ليس نجسا الصحيح كما ذكرت أنه ليس نجسا لكن إذا كان متغيرا في لونه أو متغيرا في رائحته فالأولى أن يغسله الأولى لكن لو صلى ليس عليه شيء في هذه المسألة كذلك أيها الإخوة من أنواع النجاسات ما هو مخفف وذلك كنجاسة بول الصغير الذي لم يأكل الطعام إذا كان صغيرا لم يأكل الطعام بعد يعني لم يعتد على أكل الطعام فإنه لا يجب إزالة النجاسة بهذه الصورة إنما يعني أبو شهر وشهر ونصف إذا كان يرضع فقط لكن لم يبدأ يأكل الطعام فإذا أصاب بوله الملابس فإنه ينضح بالماء فقط يعني يرش عليه الماء هذا في الغلام أما بالنسبة للجارية للبنت حتى لو كان عمرها يوم ويومان وشهر وشهران ولم تأكل الطعام ففي هذا الحال إنها إذا وقع منها شيء من هذا إذا تبولت فإنه يجب غسله غسلا تاما كبول الكبير طيب ما الفرق بين الغلام والجارية والبنت ذكر بعض أهل العلم فروقا لكن لا محل لذكرها الآن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك طيب معناه والإخوة مجموعة من النجاسات متى يجب غسلها ومتى لا يجب أن تغسل من النجاسات المعروفة نجاسة الكلب والخنزير لما قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب وهذا الحكم عام في الإناء وغيره طيب الآن يا جماعة لو كان الإنسان فرضا عنده كلب طبعا عموما تربية الكلاب لا تجوز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من ارتبط كلبا غير كلب حراسة أو صيد أو ماشية يعني ما يجوز إلا في هذه الثلاث حالات إما أن يكون حراسة أو صيد تستعمل في صيد الأرانب ونحوها أو ماشية يستعمل مثلا في حماية الماشية من الذئب وغيره إذا كان أخذ الكلب لغير هذه الأمور الثلاثة نقص من عمله كل يوم قراط أو قال قراطان والقراط مثل جبل أحد والحديث في صحيح مسلم فالمقصود من هذا أنه لا يجوز زي والإخوة ما وقع عند بعض الناس من تربية الكلاب بل قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لو لا أن الكلاب أمه لا أمرتكم بتقديرها بتقتيلها ثم قال فاقتلوا منها كل أسود بهيم يعني الأسود الذي ليس فيه شيء من البيض إذن ما يقع عند بعض الناس من تشبه بالكفار وتربية الكلاب بأنواعها وأحيانا المغالات في أسعارها والمغالات في أسعار القطط ونحوها فهذا ما يجوز أذكر بل إن بعضها العلم يا جماعة تكلم حتى عن غير الكلاب يعني فيما يتعلق الآن بالقطط مثلا هل هذه القطط يجوز تربيتها أم لا يجوز تربيتها أهل العلم لهم في ذلك خلاف تربية القطط لا بأس بها لكن شراؤها بالأسعار الغالية فيه في الحقيقة نوع من الإسراف أذكر أني دخلت مرة عند شخص في أحد بلاد أوروبا شخص مسلم كان قد دعاني إلى الإفطار في رمضان فأتت هرة تلعب عندنا هرة لها ريش وقد يعني غسلت ومشت شعرها بالسشوار يعتني بها يبدو أكثر من عنايته بنفسه فأقبلت هذه القطة فطرتها أنا عنها قال لا يا شيخ تركها قلت لماذا قال يا شيخ هذه قد اشتريتها بألف ومائتين دولار زين القطة بألف ومائتين دولار يقول وعملنا لها عملية بمائتين وخمسين دولار قلت عملية بمائتين وخمسين دولار كيف عملية ايش قال عملية ربط رحم حتى ما تحمل لو خرجت للشارع وعدى عليها عادن انها ما تحمل من اي واحد من اي قط لا تحمل من قط يكون يعني مضبوط يقول ثم زد على ذلك يا شيخ انني اشتريت لها ترابا خاصا وجعلناه في الحمام لأجل ان تقضي حاجتها فيه ما شاء الله القطة لها تراب خاص لأجل ان تقضي حاجتها فيه يعني منفق فيها يمكن قرابة الالفين دولار الفين دولار هذه قد تعيش لها عشرين او خمسين عائلة من فقراء نيجيريا او فقراء الصومال او غيرها تعيش لمدة سنة كاملة وهذا يضع في قطة بالله عليكم يا جمع هل هذا جائز يعني فرضا حتى ان القطة يجوز تربيتها ما اختلفنا لكن هل يجوز انفاق مثل كل هذا المال فيها اما بالنسبة للكلاب عموما فاجمع اهل العلم يعني او هو قول اكثر اهل العلم خلافا المالكية انه لا يجوز تربية الكلاب الا لأحد هذه الثلاث طيب اذا ولغ الكلب في الاناء يعني اذا اقبل الكلب هو ادخل فمه في الاناء او لسانه وحركه في اناء فيه طعام او فيه ماء فان هذا الاناء حكمه انه يغسل سبع مرات بالماء والثامنة بالتراب او ست مرات في الماء والسابعة يجعل معه تراب يعني ليس فقط تراب انما يكون فيه ماء وتراب في اخر مرة يكون فيه ماء وتراب ويغسل واذكر اني طلعت على بحث لاحد الاطباء الالمان ذكر انه عمل شيء من التجربة حول هذا يقول انني جعلت الكلب يلغ في اناء ثم فحصته فرأيت ان فيه شيء من الجراثيم والميكروبات يقول فاحضرت منظفات كثيرة كيميائية فلم يعني ازل اغسل بها ثم بعد ذلك افحص واغسل وافحص ووجدت انه لا يزال فيه ميكروبات ثم عملت طريقة الشرعية هذه التي ذكرنا اخذ الماء غسله بالماء ثم وضع في الثامنة او في السابعة تراب وعفره به ثم فحصه فوجد ان هذه الميكروبات قضي عليها فسبحان الله العظيم وصلى الله وسلم على من لا ينطق عن الهوى فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام وهو لا عنده ميكروبات ليس عنده لا يعرف الميكروبات وليس عنده ميكروسكوبات ومجاهر تكبير وغير ذلك ومع ذلك يعني اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ما دام تكلمنا عن احكام الكلب لعلي انا اذكر لكم شيء من الفوائد حوله الان يا جماعة بالنسبة لكلب الاشياء التي تخرج من الكلب على انواع بالنسبة للعاب الكلب هذا نجس طبعا حتى لو اقبل الكلب وعظك مثلا او اقبل ولحس يدك لا يجب في هذا الحال غسلها سبعا وبالتراب انما تغسل كبقية النجسات عادي اما الذي يغسل سبع مرات وبالتراب هو الاناء اذا ولغ فيه اذا اكل منه اما اذا كان مثلا عظك او لحس ثوبك او نحو ذلك هذا يغسل كما يغسل من البول وغيره هذا بالنسبة لما يتعلق بالكلب فالكلب لعابه نجس بوله نجس غائطه نجس بقي عرق الكلب هل كلب عرقه نجس ام لا عموما الكلب للفائدة لا يعرق لذلك الكلب اذا ركض وجدت انه فتح فمه جعله يلهث لاجل التبريد على نفسه لانه ليس له غدد عرقية في جسده في جلده لكن نفرض ان الكلب اصابه ماء نفرض كلب مثلا اصابه ماء في مطر او خرج من بركة سباحة او سكب عليه ماء فاقبل بجانبك وانتفض فتراش عليك من جلده شيء من الماء هل يجب عليك ان تغسله ام لا يجب عليك ان تغسله الصحيح في هذه المسألة انه لا يجب عليك غسله وذلك ان جلد الكلب نفسه ليس نجسا يعني لو جاء انسان ولمس جلد الكلب فهذا ليس نجسا لا يعتبر يده قد تنجست ما دام انه لم يصيبه شيء من لعابه او يصيبه شيء من بوله او غاض هذا فيما يتعلق بالكلب طبعا بعضها العلم ادخل في حكم الكلب الخنزير وذكر ان الخنزير والكلب يعني حكمهما واحد والصحيح ان الخنزير حكمه كبقية الحيوانات الاخرى بقي هنا مسألة مهمة قد يسأل عنها بعض الناس ايضا وهي بول ما يؤكل لحمه النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في الحديث الصحيح احكام ما يؤكل لحمه فهل الذي يؤكل لحمه يجب منه الغسل ام لا اعني احكام ما يكون يؤكل لحمه من الفرضا كالابل والغنم والارانب وغيرها هل يجب منها غسل مع اصابك من بولها ام لا يجب ذلك اهل العلم لهم في ذلك خلاف والصحيح في هذه المسألة ان كل بول وغاءط ما يؤكل لحمه فهو طاهر يعني سواء كان ابلا او كان غنما او كان ارانب او كان مثلا دجاج او لا او حمام او بط او نعام او غزال او غير ذلك كل شيء يؤكل لحمه فان بوله وغائطه يكون طاهرا وليس نجسا ولا يحكم بنجاسته ابدا الا اذا اختلط بنجس اخر ثم اصابك يعني معنى ذلك لو انسان يا جماعة اقبلت حمامه ومثلا اصابه شيء من ذرقها من غائطها مثلا او دجاج مثلا انسان دخل الى حضير الدجاج ثم اصابه فرضا يعني انزلقت رجله واصابه شيء منها ففي هذا الحال لا ينجس على الصحيح وذلك انه طاهر هذه مسألة المسألة الثانية فيما يتعلق بغير مأكل اللحم مما يخالطه الانسان مثل مثلا بول القطط بول الفئران بول الحمير مثلا او نحو مما قد يخالطه الانسان اما ركوبا او يكون في البيت معهم او نحو ذلك والصحيح انها ان هذه كونها تعتبر هذه الامور نجسة على الصحيح ولا يجوز ان يتساهل بمثل ذلك بل هي نجسة بقي معنى بعض الامور الهامة وهي مثلا القطط لو اقبلت وشربت من ماء هل يعتبر هذا الماء طاهر ام نجس الصحيح هو انه طاهر كما قال صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم وفي يوم من الايام كان صلى الله عليه وسلم يتوضى فاقبلت هرة فشربت من هذا الماء يعني كان صلى الله عليه وسلم يتوضى فلما اقبلت الهرة اصغى لها الاناء يعني امال لها الاناء فشربت منه فلما شربت منه اكمل صلى الله عليه وسلم وضوءه كان عنده بعض من سأله قال يا رسول الله كيف يعني تتوضى من هذا الماء وقد شربت منه الهرة فقال صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم بقي معي في حقيقة ثلاثة واربع دقائق من هذه الحلقة لعلي ان يعني اضع بين يديكم شيء من الفوائد حول غسل النجاسات وما يتعلق بها هناك بعض النجاسات يعني تكون مغلظة غلظا شديدا وبعضها يكون مخففا وبعضها يكون عاديا وقد ذكرت لكم هذه الانواع المغلظة غلظا شديدا مثل نجاسة الكلب تغسل سبع مرات العادية مثل البول الذي من الانسان يغسل المخففة مثل بول الغلام ونحوه من الادلة على ان بول وغائط ما يؤكل لحمه طاهر انه صلى الله عليه وسلم سئل قيل يا رسول الله انصلي في مرابض الغنم المكان الذي تربض فيه الغنم نصلي فيه ام لا نصلي فيه فاذن لهم صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيه ومرابض الغنم احواش الغنم والذي تكون فيه غالبا لا تسلم من ان يكون فيها شيء من غائطها وبولها ايضا لكن نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في اعطان الابل واختلف اهل العلم لماذا نهي عن الصلاة فيها والصحيح في ذلك انها مساكن للشياطين وقيل ان الابل شديدة الهيجان وقد تنطلق عليه وهو ساجد فتؤذيه اذا ايه الاخوة والاخوات ينبغي علينا جميعا ان نعلم ان هذا الدين في الحقيقة هو دين الطهارة ودين النظافة والزينة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول الطهور شطر الايمان وبين صلى الله عليه وسلم ان المرء ينبغي ان يعتني بمظهره وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على مثل ذلك ويحرص اصحابه عليه حتى كان صلى الله عليه وسلم يقول من كان له مال فليرأ اثره عليه وبين النبي عليه الصلاة والسلام انه كلما كان الانسان اكثر اعتناع بمظهره كلما كان اجمل له كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال اسأل الله تعالى بمنه وكرمه ان يوفقني وياكم لكل خير ونجعلني وياكم باركين اينما كنا ونزيدني وياكم علما وهدنا توفيقا والله تعالى اعلم وإلى لقاء ان شاء الله في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر ضياء اللعق بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر فشرع الله للدنيا ضياء بلا انواري لروح تغمر فمن شاء اقتفا سبيل يسر وبالخيرات والانعام يغفر اقتفا من شاء اقتفا سبيل يسر وبالخيرات والانعام يوفق ليسلك هدي خير الخلق طروا بعلم ثم فعل غذاك اجر هلا فانقش بما يتبرق قولا بقلبك واتبعه وقل وذكر خذوا عني مناسككم حديث شريف قالوا